أعزائي المشاهدين ها أنا ألتقيكم مجددا على ضفاف برنامجكم بالمكشوب سأتحدث في هذه الحلقة عن الحوار بمرجعية الولاية والحديث اليوم عن الحوار يأتي بعد أن كثرت التصريحات من هنا وهناك وقبل أن أتحدث عن الحوار الذي يدعو إليه مارتين جيرفت في السويد في الأيام القادمة بعقلة أيضا كعجلته في المرة السابقة حينما حدد موعد السادس من سبتمبر الماضي في جينيف ولم يتحقق هذا الحوار ورفضت عصابة الحوثي أن تغادر مطر صنعاء إلا بإحضار طائرة عمانية على كل الحوار بمرجعية الولاية لا يمكن بأي حال من الأحوال لهذه العصابة التي ترتكز أساسا على نظام الولاية ونظام الولاية هناك ولي هناك وصي تأتي إليه الولاية من الله عز وجل هو لا يعترف بديمقراطية ولا يعترف بمرجعية شعبية ولا يعترف بصنادق الاقتراع ولا يعترف بشيء من ذلك وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه كيف لمثل هذه الجماعة التي تقوم على مثل هذا النظام يمكن لها أن تذهب إلى الحوار الحوار الذي يقوم على الاعتراف بالآخر الاعتراف بالتعدد الاعتراف بالتنوع الاعتراف بالأحزاب طالما وأن هناك مرقعية هي قائمة على الولاية إذن لا يمكن أن يكون هناك حوار تعلمون جيدا بأن النظام في إيران في الأساس يقوم على ولاية الفقه لكنه يشترط أن هذا الفقه هو مرقعية ذات علم وفقه وينوب هذا الولي عن الإمام الغائب فهذه الفكرة اهتد إليها الخميني حينما كانت الشيعة تصلي فرادا لا يصلون جماعة وهم ينتظرون في الأساس الإمام الغائب الذي يخرج من سردابه الخميني كان ذكيا استطاع أن يقدم نفسه على أنه يقوم مقام الإمام الغائب وهو يقوم بالولاية نيابة عنه واستطاع أن يحشد الأمة الفارسية إلى فكرة الإمامة والخميني كان يعمل وفق المرقعية الفارسية وكل الحكام الذين حكموا إيران وتحديدا منذ قيام الثورة في 1979 ينطلقون من المرقعية من القومية الفارسية إنما فكرة الدين وفكرة الشيعة هي غطاء فقط لكي تقود إيران بقية الشعوب العربية التي تدين بالولاء للشيعة على هذا الأساس أقول بأن الإمام الغائب الذي كان ينبغي أن يحكم المسلمين نيابة عن الله سبحانه وباسمه ويتلقى الرؤى والأفكار مباشرة عنه بحيث لا يرد له قول ولا يراجع له حكم ولا يناقش له رأي لأن كل ما يقوله هو وحي يحى يقوم هذا الإمام الغائب مقام النبي بل يتقاوز النبي يتقاوز الرسول إلى أن يتحول إلى ظل الله في الأرض وهو يتلقى تعليماته مباشرة من الله ثم ينقلها إلى أتباعه وإلى بقية الشعب عصابة الحوثي نحت هذا المنحة الإيراني إلا أنها أضافت له بعض الرتوش بحيث قعلت القرد عبد الملك الحوثي الذي يعيش في سرداب القاذورات في سرداب الظلام يحل محل الله ونحتت شعار هذا الشعار يردد اليوم في المدارس بالقوة وبالإكراح ويردد من خلال جماعته التي تتبعه في المناسبات يردد مثل هذا الشعار الشعار الذي يقول أنهم يوالون الله ويوالون رسوله ويوالون الإمام علي بن أبي طالب ويوالون سيدهم ومولاهم عبد الملك الحوثي ويعادون من يعاد الله ويعادون من يعاد الرسول ويعادون من يعاد علي بن أبي طالب ويعادون من يعاد القرد عبد الملك الحوثي أي أن هذا القرد قعلوه في مقام الله فهم يعادون من يعاديه كما أنهم يعادون من يعاد الله في المنطق الرياضي هناك مساوى إذا كان ألف يساوي با وبا يساوي جيم فإن ألف يساوي جيم مباشرة فمن هنا يقوم هذا القرد مقام الله عز وجل في مفهوم عصابة القردان لا قيمة للديمقراطية كما قلت ولا للإرادة الشعبية ولا للانتخابات لا تسمح بالمظاهرات أو أي شكل من أشكال المعارضة أو التعبير السياسي وقد شاهدنا وتابعنا وسمعنا كثير من القمع الذي قامت به هذه العصابة ضد الذين يعبرون عن حاجاتهم في الحياة الذين خرقوا للمطالبة بمرتباتهم أو الذين خرقوا للمطالبة بلقمة العيش حتى النساء تعرضنا للضرب والانتهاك وتعرضنا أيضا للاعتقال والسجن لأول مرة في تاريخ اليمن تتعرض المرأة للاعتقال والسجن نتيجة لأن هذه العصابة كما قلت لا تؤمنوا بحق الآخر لا تؤمنوا بوجود الآخر أصلا الآخر هو مجرد عبد تابع عليه أن يسمع ويطيع ما لم فإن أدوات القمع تسقط على رأسه وعلى بدنه والاعتقال والسجن يكون مقره ومأوى في عرف عصابة القرذان كما قلت ولماذا القرذان؟ لأن القرذان في الأساس تعيش في الظلام وهؤلاء لا يعيشون في النور بدليل أن سيدهم كما قلت يعيش في سرداب لا يعلم عنه أحد لا يقابل الناس بواقههم من خلال دائرة التلفزيونية لا يستطيع أن يعيش حياة الناس في الأساس وبالتالي هي حياة القرذان التي دوما ما تحب العيش في الظلام في عرف عصابة القرذان هناك قرذ واحد بقية البشر عدم لا قيمة لهم لا وجود لهم ولا يمكن أن يشكلوا قيمة مقابل هذا القرذ الذي ينبغي على الجميع أن يؤدون الولا والطاعة وأن يعبدونه ويسبحون بحمده ولا بد للجميع أن يعملوا على تنفيذ إرادته من قحره تنفيذ إرادته من سردابه حتى أنه كما قلت هو يتقاوز يتقاوز الأنبياء ويتقاوز الرسل ويؤدي المظاهر الألوهية الإله الغائب التي لا تراه العين لكن الرسل الجميع عرفوا الرسل وعاشوا معهم الرسل كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويحلون مشاكل وقضايا الناس ويجلسون بين الناس وينقلون لهم ما يوحى إليهم لكن هذا القرض وضع نفسه موضع الإله الإله الغائب الذي لا يراه أحد والجميع فقط تأتي التعليمات إليهم منه كما تأتي التعليمات من الإله بخلاف ما يمكن أن يعنيه الحوار في أي مكان آخر معروف الحوار سواء في علوم السياسة أو في علم الاجتماع أو حتى في الثقافة الشعبية لدى الناس في أي زمان وفي أي مكان تأخذ هذه الكلمة معنا مختلفا في اليمن فالحوار بالنسبة للشرعية يعني عودة هادي وشلة الفساد التي عبثت بمؤسسات الدولة وأجهزتها أما بالنسبة لعصابة الحوثي فالحوار يعني التفاوض على إشراكها بسلاحها والمضي نحو نظام الولي والإمام لذا أقول بأنه لا يمكن أن يكون هناك حوار مهما ألتقى الطرفان الطرفان في اليمن لا يسعيان إلى إيقاد حوار ولا المضي نحو السلام الحرب بالنسبة لهم تشكل وقود وتشكل استمرار لذلك أي طرف من هذين الطرفين لا يسعى ولن يسعى في اتقاه الحوار أنا أقول هذا الكلام أن كثير من اليمنين كلما سمعوا عن الحوار استبشروا نتيجة لما خلفته الحرب خلال الأربع السنوات الماضية فالمواطن اليمني يبحث عن بصيص أمل لعله يجد في آخر النفق نقطة ظو لكن أقول وأجزم بأن الحوار لن يمضي إلى شيء طالما أن كل طرف من هذين الطرفين لا يعيان معنى الحوار ولا معنى السلام منذ غادرة الشرعية أرض الوطن وهي تقوم بتقريف الدولة ومؤسساتها لم تصلح قسما للشرطة في عموم الأراضي المحررة عصابة الحوثي أيضا تنظر لعناصر الشرعية أنهم مجموعة من المرتزق الخوانة الذين فرطوا بالأرض وبالعرض وطالما هذه الرؤية قائمة وهي في الأساس لا يمكن أن تزول لأن هذه العصابة كما قلت هي في الأساس لا تؤمن بالديمقراطية لا تؤمن بالتعددية لا تؤمن بحق الآخر وعلى هذا الأساس لا يمكن أن تذهب نحو السلام مضيعة للوقت فقط والأمم المتحدة تتلاعب بالزمن وتتلاعب كذلك بفكرة الحوار في اليمن لأنها تدرك تمام الإدراك بأن هناك قرارات دولية وآخر هذه القرارات الدولية هو القرار 22-16 هذا القرار الذي حدد ما هي المطالب التي ينبغي تنفيذها من قبل أطراف المتحاربة وتحديدا من قبل عصابة الحوثي هناك مبادرات تطرح هنا وهناك كما قلت سمعنا كثير من المبادرات من ضمنها ما طرحه وزير الدفاع الأمريكي حينما طرح فكرة الحكم الذاتي لعصابة الحوثي والبعض يعتقد بأن ما يأتي من أمريكا أو من أي مسؤول أمريكي إنما هو الكمال النهائي أو الحل النهائي الذي ينبغي أن يقوم وينبغي أن يسلم به الآخر أقول بأن أمريكا تتعامل مع عنصر القوة على الأرض وبالتالي هي ليس من حقها أن تفرض على اليمنيين وجهة نظرها إنما الذي نستفيده من هذا التصريح ومن تصريحات مسؤولين أمريكيين كثر أيضا يدل دلالة واضحة بأن عصابة الحوثي والأمريكان يعملون في صف واحد في خندق واحد الصراخ والنباح الذي تقوم به هذه العصابة صباح مساء الموت لأمريكا يدل على كذب هذا النباح وهذا الصراخ وأن هذه العصابة هي أدى من أدوات الأمريكان تعمل على تمزيق وتفتيت اليمن وتدميرها وقد أوصلتها فعلا لمرحلة التدمير والتخريب والتفتيت والتفريط أيضا بسيادة البلد مثل هذا التصريح فقط نحن نتوقف عند هذه العلاقة أما الأمريكان أو أي قوة على وجه هذه الأرض لا تستطيع أن تقوم مقام الإرادة اليمنية إرادة الشعب اليمني إرادة الشعب أي شعب في أي بقعة وفي أي زمن وفي أي تاريخ هي دائما تكون القادرة على تحقيق ما تريده إذا أردنا أن نربح السلام في اليمن فعلينا أن نربح الحرب ضد عصابة الحوثي الإرهابية من يعتقد أنه سيمضي نحو السلام دون هزيمة هذه العصابة هزيمة عسكرية يضحك على نفسه ويضيع الوقت ولا يمكن أن يصل إلى السلام السلام في اليمن ثمنه انتصار عسكري على هذه العصابة إذا أراد المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي تحقيق السلام في اليمن أما اليمنيون فهم يدركون تمام الإدراك بأنه لا سلام مع هذه العصابة إلا بعد أن تهزم شر هزيمة وتداس بالأحذية حينها ستمضي نحو السلام إلى اللقاء اشتركوا في القناة